موسيقى لا تكف إيران عن استخدام أدواتها في المنطقة سواء في العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن لإثارة القلاقل والسعي لتنفيذ مخططاتها الرامية لبسط نفوذها وهيمنتها على المنطقة بأي شكل ممكن وفي هذا الإطار يؤدي الانقلابيون الحوثيون وظيفتهم حسب أوامر قادتهم في طهران ويندرج في هذا السياق سعيهم لتهديد الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب من خلال إزارة الألغام البحرية لمناقشة هذا الموضوع معنا من القاهرة الباحث السياسي اليمني عبدالله إسماعيل بإمكانكم مشاهدين الإرسال بأسئلتكم وتعليقاتكم إلى موقعين تويتر وفيسبوك أستاذ عبدالله مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن هذه المشكلة مشكلة الألغام البحرية التي لا تهدد فقط صفن الإغاثة ولنما تهدد عملية الملاحة الدولية بشكل كبير إلى أي مدى هذه المشكلة تعتبر بالفعل مشكلة تتجاوز الأزمة اليمنية برأيه يعني لا بد من الإشارة إلى أن موضوع السهداف الحوثيين الملاحة الدولية أو موضوع فكرة السيطرة على المناطق التي تشرف ويمكن أن تهدد هذه الملاحة هي كانت في رأس أولويات وأهداف الحوثيين أنا أريد أن أشير بشكل سريع إلى عدة أمور بشكل سريع تحرك الحوثيين إلى باب المندب كان مباشرة بعد التعبئة العامة التي أعلنت في 21 من مارس 2015 بعدها بثلاثة أيام فقط في 23 مارس كانت قوات الحوثيين تسيطر على كثير من المناطق بجوار باب المندب ثم ذلك سيطرت على جزيرة ميون في هدف واضح على أنه هذه هي الأهداف المهمة بالنسبة لهم أولويات الأهداف وفي نفس اللحظة كان هناك التصريح المعروف من قبل قيادات في طهران على أننا أصبحنا لنا يد في البحر الأحمر الأمر الآخر نريد أن نشير أيضا إلى تصريح مهم لقائد سابق في الحرس الثوري الإيراني وهو سعيد قاسمي الذي قال سيطر الحوثيون بدعمنا على باب المندب منذ وقت مبكر وهذا كان تصريحا واضحا ولافتا وليس فيه أي مجال للبس أو المواربة الأمر الآخر هذه العمليات التي يقوم فيها الحوثيون لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر وفي خط الملاحة العالمي هي مشابهة لتلك التي تسخدمت في الثمانينات وفي التسعينات من قبل الإيران استخدام القوارب المسيرة استخدام الألغام التي تم توصيلها للحوثيين في مرحلة الستة الأشهر قبل عاصفة الحزم التي كان فيها الحوثيون يسيطرون على الحديدة وعلى أغلب المناطق والموانئ اليمنية وأهمها الحديدة وميدي إذن نحن أمام عمل واضح أنه من أهم الأهداف التي كانت أمام هذه الأداة المهمة بيد إيران هي السيطرة على هذه المناطق وبالتالي التحكم أو تهديد الملاحة الدولية هذه مجموعة غير منضبطة وهي متفلتة ويدها وأمرها ليس بيدها بالتأكيد وبالتالي كل هذه الأعمال هي تهديد وفعلي اليمنيون والتحالف العربي من وقت مبكر كان يحذر من هذا الأمر ولم يكن هناك حتى استماع دولي لهذا الأمر لكن في الأخير اعترفت الإدارة الأمريكية قائد المنطقة المركزية جوزيف أوليف اعترف أن هناك إمداد كبير من قبل الإيرانيين للحوثيين وتم زراعة ألغام ونصب محطات رادار ومحطات صواريخ وأن التهديد الكثير للملاحة الدولية أصبح أمرا واقعا وحقيقيا مشكلة هذه الألغام أستاذ عبد الله كما فهمنا أن معظمها يلقى بشكل عشوائي وعادة الألغام لا تزرع أو لا تنشر بهذا الشكل عادة ما يكون هناك خرائط واضحة تحدد أماكن زراعة هذه الألغام عشوائية هذه الألغام تشكل خطر ليس فقط على الملاحة الدولية وعلى سفن الإغاثة وإنما على أي شيء بحري له علاقة بالحوثيين أو بإيران فكيف برأيك يمكن أن تنشر هذه الألغام بهذا الشكل العشوائي هو الهدف تهديد الملاحة هو الهدف استخدام ما بأيديهم من أوراق لمحاولة الضغط على الإقليم وعلى المجتمع الدولي ما يسري على موضوع الألغام البحرية يسري أيضا على موضوع الألغام في البر الحوثيون يزرعون كميات كبيرة جدا وهائلة مئات الآلاف من الألغام دون خرائط يستهدفون فيها المناطق غير العسكرية وربما في كثير من الأحيان 70 إلى 80% تستهدف المناطق المدنية وبالتالي هي عملية انتقام هي عملية استخدام لورقة لكنهم لا يأبهون بمآلة هذه الأمور منذ بداية التعامر الحوثيين مع الدولة اليمنية الوطنية في اليمن كان هناك استخفاف بالداخل وبالخارج والاستخدام بالمجتمع الدولي هذه كما ذكرت هي عصابة منفلتة ويبدو أنها تنفذ دون حتى مناقشة أو رؤية لمسارات ومآلات الأمور هذا الأمر سينعكس بالتأكيد على كثير من ليس فقط كما ذكرت أنت على السفن الحربية وإنما على السفن التجارية على الصيادين وهذا ما حصل وهناك والتحالف استطاع أن ينتزع عشرات الألغام في شواطئ ميدي كانت ستسهدف الصيادين وتسهدف الناس العاديين وبالتالي القضية هنا هي قضية السهداف هذه المنطقة بشكل أو بآخر ومحاولة العمل على أي ورقة من الأوراق التي يمكن أن تضيف لهم شيئا في ظل انهزام كبير ولهذا هم يتمسكون الآن بميناء الحديدة الذي أعتقد أنه إذا انطلقت هذه المعركة وفقدوا هذه الورقة سيفقدون ورقة كبيرة جدا بأيديه شكرا جزيلا لك الأستاذ عبدالله إسماعيل الكاتب والباحث السياسي اليمني كان معنا مباشرة من القاهرة